لقاء المجلس العسكري الانتقالي بمكونات ولاية جنوب كردفان وجد قبولا وارضا باعتباره يصب في مصلحة ابناء الولاية والتي ظلت تعاني من الحروب لسنوات طويلة وجاءت النداءات الى المجلس العسكري والقوى السياسية الاخرى بان تضع الامر موضعا تلتقي فيه الارادة الوطنية بشكل يحقق اهداف الثورة كما ارادها المواطنون عرب ونوبة وهم يشكلون كل مكونات امارات شعب ولاية جنوب كردفان جاءوا يهتفون بنداء السلام الذي انتظره طويلا عبر حقب وسنين مرت عبرها حقومات وانظمة لكنه هذه المرة يجيء مختلفا بطعم الثورة والثوار وبنكهة الحرية والسلام والعدالة في بساط فسيح قوامه وحدة السودان وتطلعاته المتوقعة نحو السلام والتنمية من اراد ان يشهد السودان فليأتينا الى هذه القاعة هذا هو السودان تنصهر فيه كل القبائل تنصهر فيه الثقافة وجنوب كردفان معروفة بانها مركز للثقافة والتراث السوداني التغيير وبحسب تقارير علمية يتطلب تضافر الجهود في شتى مجالات الحياة المراد تغييرها ولان الحراك الثوري يفرض واقعه على الاوضاع الراهنة في السودان جاءت النداءات الى المجلس العسكري والقوى السياسية الاخرى بان تضع الامر موضعا تلتقي فيه الارادة الوطنية بشكل يحقق اهداف الثورة كما ارادها المواطنون باسمكم باسم دار الاهلية بجنوب كردفان واعيانا وشبابا ومرأة ومثقفين نعلن عن وقفتنا الى جانب المجلس الانتقالي العسكري وتفويضنا لكم باكمال ثورة التغيير والحرية والعدالة وحراستها دفاعا عن مقدراتها ومكتسباتها وشهدت ولاية جنوب كردفان قبل الحروب فترات من الرخاء والرفاهية بفضل مواردها القنية وانسانها المتهد وهي جاهزة للعودة الان بحسب مواطنها جاهزة للعودة الى افضل مما كانت عليه فقط اذا اكتمل السلام في الولاية ويبدو ان المواطنين هناك موعدون بذلك في ظل اجواء الثورة السياسية المبشرة خير كتير فعشان كده يماعنا احنا والله بنهيب بابنائنا سواء كان في الداخل ولا في الخارج بانهم يسعوا معانا لإحلال السلام عشان شعبنا ذا يرتاح والله احنا عشنا في رفاهية ما كنا عندنا آليات ولا كان عندنا امكانيات كبيرة لكن في جنوب كردفان من الخير الواعدة فيها الواحد بأقل امكانيات هو بعيش عزيز مكرم في فتح الحوار لتأسيز ركاجز المشورة والانفتاح والصراحة من اجل سودان امن موحد في بناء دساتير الاستقرار التي تقود نحو الاصلاح والتغيير والتغدم وتحقيق طموحات الام السودانية ومنع التدخلات السالبة نداء السلام من اهل السلام بولاية السلام جنوب كردفان نداء السلام هذا واستطعت كاميرا سودان اليوم عددا من مواطني ولاية جنوب كردفان اكدوا اهمية تحقيق السلام في انحاء الولاية كافة والاتجاه لعملية البناء والاعمار بقوة قلب واحد نساء والرجال دا جينا فقط عشان نسند المجلس العسكري بكل قواتنا رجالا والنساء شبابا وشيبا وشبابا نسند المجلس العسكري لانه وقف وقفة في الفترة الخطرة التي كادت فيها ان تنزلق البلاد الى مزالق الدم والحمامات محمامات الدم التي نهن وكنا في غنى عنها حقيقي يمكن يعني هي طاغة وحيوية كامنة ويعني واحدة من المراحل الفئة العمرية اللي فيها الانتاج وفيها يعني التفاعل مع كل القضايا يعني نحن نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم نصارني الشباب حينما خزلني الشيوخ وحقيقة يمكن الشباب في عهد الإسلام الأول هم قادوا سورة التغيير حقيقة مؤيدين ومبايعين للمجلس الانتغالي ولكن هذه المبادرة وهذا التوفيذ الذي أتينا للمجلس العسكري تفويط هو مشروط هذه الشروط تتمثل أن يسير المجلس الانتغالي الدولة السودانية في صد الفترة الانتغالية مع الجلوس مع الحرية والتغيير أو التفاوض مع الحرية والتغيير حتى يخرج هذه البلدة أو هذه الدولة إلى بر الأمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر